جماعة الآن هو الوقت للتجهيز للحركة الكبيرة اللي راح تحصل بشكل مبكر في الأسبوع القادم في عيد الحب يوم الثلاثاء إلغوا كل الخطط اللي عندكم لازم تكنسل كل الخطط لأنه راح نشوف شيء كبير يحصل راح أتكلم عن إيش اللي أعتقد أنه راح يحصل وكيف تتجهز له وكمان راح أعطيكم بعض الفرص وبعض الاتشارتات اللي تشير إلى حركة كبيرة راح أتكلم عن الأسواق التقليدية وراح أتكلم عن تذر وأشياء كثيرة أخرى مرحبا بكم مرة أخرى اسمي أنصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا الآن هنا ندخل مباشرة وهنا يا جماعة على الفريم اليوم في البيتكوين تقدروا تشوفوا أنه إحنا الآن فوق هذا الخط البرتقالي عند 21700 دولار فهذا شيء رائع جدا لأنه إذا رحنا هنا على فريم الأربع ساعات فرح تقدروا تشوفوا أنه إحنا عاننا أنه إحنا نكسر هذا الخط البرتقالي هنا للأعلى مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان شماعات هنا على فريم الأربع ساعات وبعدها أخيرا كسرنا هذا الخط والآن هذا الخط هنا يمثل خط دعم مرة مرتين ثلاثة ثلاث مرات هنا في هذه الشماعات طيب والآن إحنا على وشك هنا الوصول لهذا الخط البني عندي 22500 دولار فلازم أكيد نكون مجهزين لهذا الشيء ولكن في بعض المحافزات رح تحصل بشكل قريب جدا لأنه إذا قدرنا أنه إحنا نكسر فوق هذا الخط البني هنا عندي 22500 دولار فبعدها أعتقد أنه النقطة المنطقية علشان نمشي ونحصل فيها على تماسك هي هذه المنطقة نفس الشيء اللي شفناه هنا في السابق فالشيء المنطق الآن أنه إذا طلعنا هنا فوق هذا الخط البني أنه إحنا رح نمشي هنا ونتماسك داخل هذه المنطقة أو هذا النطاق ولكن طالما أنه إحنا ما كسرنا أو ما طلعنا فوق هذا الخط البني فهذا هو النطاق المنطقي فيعني بسيط جدا بكل هذه البساطة هذا هو الشيء اللي نرغبه الآن والسبب الوحيد اللي خليني أعتقد أنه لديه فرصة أنه إحنا نرجع ونتماسك داخل هذا النطاق وهو لأنه في عندنا حاملين محافزين في الواقع في عامل محافز رح يحصل اليوم والثاني قادم في خلال يومين لازم أجهزكم له طيب أول شيء رح يحصل الليلة وهو فتح سوق الفيوتشرز في الأسواق التقليدية لأنه تقدروا تشوف هنا يا جماعة أنه في الأسواق التقليدية حصلنا على هذا الارتفاع البوليش والرائع جدا هنا في أثناء إقفال هذه الشمعة هنا في يوم الجمعة شفنا هنا يا جماعة أنه البولز كانوا عايزين يرفعوا السعر هنا وما حصلنا على شمعة كبيرة حمراء هنا ولكن إحنا يا جماعة هنا تماما تحت هذا الخط البرتقالي اللي هو خط مقاومة عند 4,112 دولار فإذا قدرنا إلا لا أنه إحنا نكسر هذا الخط البرتقالي هنا عند فتح الأسواق التقليدية فهذا كمان راح يعطي البيتكوين بعض الزخم على جهان يختبر هذا المستوى فهل راح نكسر فوق هذا المستوى؟ هذا شيء اللي سرح نجوفه ولكن إذا فتح هذه الأسواق التقليدية بشكل أخضر وقتها أقل شيء ممكن أنه إحنا نحصل على محاولة جيدة لكسر هذا المستوى طيب غير كده يا جماعة في عندنا كمان يوم الثلاثة راح تطلع فيه معدل التضخم وأنا طبعا اتكلمت عن كيف أنه يوجد احتمالية أنه نشوف لأنه إذا أخذنا نظرها على بيانات بلومبرغ اللي طلعت قبل أسبوعين ونوعا ما تتوقع كيف أنه راح يكون اتجاه التضخم كانت تشير باتجاه أنه تقريبا ما في أي اختلاف لما يعتقده السوق ولكن كمان كان في بعض البيانات تشير إلى أنه في الواقع التضخم راح يكون أعلى من اللي توقعه السوق طيب خلونا نشوف على المتوقع 6.3 هنا بالمئة التضخم والسابق هنا كان 6.5 فهل هو شيء محتمل أنه إحنا راح نحصل على 6.3 بالمئة حاليا يعني زي ما أنتم عارفيني أنه أنا مؤمن بأن معدل التضخم راح يتجه للأسفل وعشان كذا السوق ارتفع لأنه في الواقع معدل التضخم كان في هبوط والسوق كان شوية متفاجئ من هذا الشيء ولكن نعم عندما كان الكل متوقع أنه التضخم راح يتجه للأعلى أنا كنت متوقع أنه راح يبدأ بالإنخفاض وهذا كان له تأثير إيجابي في السوق ولكن في هذه الحالة طبعا على المدى الطويل أكيد التضخم راح يهبط أكيد يعني ما في أي خلق من هذا الشيء ولكن في هذه الحالة المعينة هنا القادمة يوم الثلاثاء أعتقد أنه ممكن هذا هنا يأثر على السوق بشكل سلبي ما أعرف فقط اعتمادا على البيانات التي طلعت ولأن الناس متفائلين بشكل كبير جدا حاليا هذا هو الشيء اللي يحصل في الكريبتو وبقية الأسواق بشكل عام الناس يتحولوا وينقلبوا فقط أول ما نحصل على بحض الشماعات الخضر ينقلبوا بدرجة 180 درجة فأنا بصراحة مش واثق جدا بهذه الحالة هنا وعشان كذا راح أكون حذر هنا ممكن يعني راح نشوف أنه ممكن تظل هنا عند 6.3 ممكن تكون أعلى أو أقل ولكن بغض النظر راح يكون في تأثير كبير في السوق طيب فإذا شوفنا التضخم يهبط أكثر من المتوقع من قبل السوق فأكيد هذا الشيء راح يكون بكل تأكيد راح يأخذنا فوق هذا المستوى اللي هو الخاط البني هنا أنا مراقب هذا الشيء وبعدها أكيد راح يكون في عندنا بعض الوقت للتماسك ولكن السؤال هو هل التماسك والحركة راح تكون هنا في هذا النطاق أو راح تكون هنا في الأسفل في هذا النطاق هذا هو الشيء اللي راح نشوفه ولكن يوم الثلاثة راح نحصل على هذه الإجابة طيب على أي حال راح أتكلم أكثر عن هذا الشيء بكرة لما نكون أقرب لإعلان معدل بيانات التضخم راح أتكلم عن هذا الشيء بكرة فأتأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعل الجرس الآن لأنه راح يكون في عندنا معلومات أكثر بكرة طيب شيء آخر عايز أتكلم عنه هو هذا الشيء هنا في عندنا هنا بعض اليتشارتات في عندنا هنا في اللون الأزرق سعر البيتكوين وبعد كده عندنا اليتشري يلد الصيني لمدة عشر سنوات مقسم على الدي اكس واي اللي هو مؤشر الدولار وبعد كده في الأسفل هنا عندنا مؤشر الماكدي طبعا هذا الشيء تكلمنا عنه في السابق كيف أنه لما هذا اليتشارت تقدروا تشوفوا هنا هذه النطاق هذا هنا تقريبا بالضبط يتوقع قمة موقعان البيتكوين تقدروا تشوفوا هنا لما حصلنا هنا على القمة في هذا اليتشارت كمان حصلنا على القمة في البيتكوين ولما وصلنا إلى القاع في هذا المؤشر كمان وصلنا هنا إلى القاع في البيتكوين ولما حصلنا على القمة هنا في هذا اليتشارت حصلنا على القمة في البيتكوين والقاع هنا كمان قاع هنا وهنا القمة طبعا هذه هنا آخر قمة وصلنا لها already في هذا التشارت واللي كان كمان القاع هنا في البيتكوين وبالمناسبة يا جماعة هذا هنا على تشارت ثلاثة أسابيع فيعني هذا هنا تشارت طويل المدى وهذا هنا الآن يقول يا جماعة انه احنا في بداية بولران جديد ولكن اكيد لسه ممكن طبعا زي ما قلت هنا هذا فريم ثلاثة أسابيع فلسه ممكن نمشي بشكل هابط او شكل جانبي ولكن في النهاية اكيد وطبعا هذا هنا تقريبا يقول انه في 2025 راح نحصل على القمة في البيتكوين فاكيد راح نحط عندنا على هذا الشيء وهذا يتوافق بشكل كبير مع الشيء اللي احنا نتوقعه هنا حركة جانبية وممكن هبوط شوية ولكن هذه هي الفترة هنا هذه المنطقة هنا اللي اعتقد انه راح يكون فيها ارتفاعات اكثر في البيتكوين فاكيد احنا حاطين عندنا على هذا الشيء طيب وكمان اللي عايزة تكلم عنه هنا هو الايثيريوم لانه الايثيريوم ضرب خط البرتقال هنا في الاعلى عند 1650 دولار حصل على رفض عدة مرات هنا وهبط والان هنا عند خط الدعم تبعي عند 1527 دولار وطبعا هذا هنا تشارة الايثيريوم مقابل اليو اس دي ولكن اذا شفنا على تشارة الايثيريوم مقابل البيتكوين وهذا شيء اتكلم عنه هنا بعض الاوقات لانه هذا هنا يعتبر مستوى الحسم للايثيريوم اذا قدرنا بشكل مقنع انه احنا نصفي ونكسر هذا المستوى هنا في تشارة الايثيريوم مقابل البيتكوين وبدأنا بالتماسك فوق هذا المستوى فهذا ممكن يكون تحول كبير للايثيريوم ويدخل فيه الايثيريوم بصعود قوي جدا مقابل البيتكوين زي ما تقدروا تشوفوا هنا انه اريدي حاولنا انه احنا نكسر هذا الخط هنا عدة مرات وحصلنا على اشواء تكسر واهمة هنا وجماعة هذا يرجع هنا الى بداية 2021 فهذا هنا على الفريم الاسبوعي فاحنا الان نعاني هنا من الدخول الى هذا الخط البني ولكن هذا كمان كبقية الاتشارتات اذا قدرنا انه احنا نكسر فوق هذا الخط البني فهذا راح يكون هنا بداية تريند هائل جدا هنا الى ايثيريوم مقابل البيتكوين فهذه هنا كمان يا جماعة تعتبر فرصة اخرى علشان الواحد يكون منتبه عليها طيب في الاخر هنا يا جماعة عايزة تكلم عن تيذر لانه تم الكشف عن انه من 67 مليار دولار عند تيذر تقريبا 40% مدارة من قبل كانتر فيتكرولد اللي هي شركة موثوقة ولاعب كبير فهذا يقدم ثقة اكبر للتيذر بانهم ما يعملوا شيء مريب لانه دام انهم يشتغلوا مع هذه الشركة فاكيد هذه الشركة عملت تحقيقات كبيرة مع تيذر قبل التعامل معها فيعني 40 مليار دولار اللي هما بالمناسبة يكسبوا منها تقريبا 3 الى 4 بالمئة ييلد فيعني هما يدخلوا ارباح كبيرة الان تيذر اعتمادا على اليو اس تريجري ييلد فهم متمسكين بهذه الاصول فهذا هنا ثقة اكثر لتيذر اقل شيء وفي نص انه اليو اس دي سي والبيو اس دي تحت الهجوم ربما انه تيذر مش بنفس السوء اللي بعض الناس عايزينه يكون فيها راح نشوف يا جماعة العملات المستقرة بشكل عام لازم تكونوا فاهمين انه في بعض المخاطرة مرتبطة بكل العملات المستقرة طب جماعة هذا كل شيء عندي اليوم بتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة